لو نسيت تعملي الترمس في العيد تعالي نعمله مع بعض دلوقتي بسرعة بسرعة فاقلم النص ساعة وهيكون اتعامل معاك فاقصى سرعة بسرعة الساروخ يلا بينا نسمي اللي ونسلى على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام وهقولك كمان على سر الدقة اللي بتتباع على العربيات بتاعة الترمس هتخلي طعمه حكاية اول حاجة معايا نص كيلو من الترمس الحلو بلاش الترمس المر لان دوت هيقعد معاك فترة طويلة وعلى اقل كده تلت سيام تعود يتغيري عليه المياه انا النهاردة جايبه ترمس سريع اللي هو بيتباع عند العطار اسمه ترمس حلو هيتعمل معانا فاقلم النص ساعة حطيته في الحلة ونقيته كويس جدا وبعد كده حطيت عليه مياه مغلية لمدة ربع ساعة وغطيته وبعد كده هسيبه لحد ما المياه دي تبرد تماما في الوقت دوت كده الترمس هي بدأت تكرمش معايا بالشكل ده هاخد الحلة زي ما هي وروح رفعها على النور بس طبعا هرمي المياه واشطفه مرتين وبعد كده هحط مياه نظيفة والميا اللي انا هحطها دي تكون ايه يعني سخنة شوية بحيس اللي هو لما يتحط على النور يغلي بسرعة طبعا انا سيبته لأول ربع ساعة وبعد كده هسيبه على النور ربع ساعة او اقل من ربع ساعة ويكون استوى قطري المياه علشان خطر يكون معاك جميل في الوقت دوت بقى كانت ترمس خلاص استوى معايا وشطفته كزا مرة من المياه اللي كانت موجودة فيه وحطت عليه مياه عادية خالص من الحنفية جبت معايا نص كوباية من المياه حطت عليها مقدار الملح اللي يناسب كمية الترمس اللي انت هتعمليها وقلبتها كويس جدا وبعد كده حطتها على الترمس طبعا انا قلبت المياه الاول مع الملح علشان خطر اتأكد اللي للايه الملح ديب بعد كده هجيب بقى اي علب عندي يفضل بقى طبعا حاجة تكون ازاز لو انت هتحتفظ بيه في التلاجة وهحط شوية كده من المياه اللي احنا عملناها بالملح طبعا عايز اقولك العلبة دي ممكن تقعد عندك اكتر من شهر ونص في التلاجة مش هيحصل لها اي حاجة خالص وهيبقى الترمس زي الفل طبعا وانت بتسلقي لو طلع اي ريم يفضل اللي انت تشيلي لكن لو عملت التكات اللي بقولك عليها مش هيطلع ريم ولا اي حاجة تعالي نعمل بقى التدبيل اول دقة بتاعت الترمس اللي بيخلي طعمها حكاية معايا لمون وعندي هنا عصارت ثلاث لمونات كده حجمهم متوسط وبعد كده نزلت بحوالي معلقة صغيرة من الكمون ومعلقة كبيرة من البابريكا وطبعا البابريكا هنا عشان تدينا لون تقدري تستبدليها بالشطة الحريقة لو انت حب هحط شوية كده من المياه بتاعت اللي احنا حطين فيها الترمس او ممكن مياه عادية من الحنفية وكمان تحطي بقى شوية ملح وتقلبي كله مع بعض في الوقت دوت لو انت مش عايزة تقلب الترمس كله مع بعضه لاني مش هيتاكل دلوقتي تقدري تحتفز بالدقة دي تفعيل بقى او في ازازة صغيرة وتحطي منها عند التقديم لكن انا علشان خاطر هقدمه دلوقتي فانا هحطه في هحط كله على بعضه بالشكل دوت كده هنا انا حطيت بقى الدقة على الترمس وهبدأ اللي انا اقدمه كده من الطبق اللي فيه الدقة وحط اللمونة للحابب اللي هو يزود اللمون ويبقى كده الموضوع معانا سهل وبسيط والتسالي العيد كل سنة وانتم طيبين كل سنة وانتم بقى الف خير ما تنسوش